طبعا ما فيه شك أن مصر قادة جهود الدعم والإغاثة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة مع بداية العدوان الإسرائيلي دعت كل الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لتخفيف المعاناة نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل تم تحديد مطار العريش الدولي لاستقبال المساعدات الإنسانية والدولية من كافة الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة خلينا نعرف تفاصيل أكتر ده طبعا بجانب كمان موقف المساعدات الإنسانية اللي قدمها التحالف الوطني لأهالي غزة خلينا نرحب دفن دكتور محمد بمدوح وضو التحالف الوطني لعمل أهلي التموي صباح الخير على حضرتك صباح الخير في البداية لو حضرتك تطلعنا وتطلع السادة المشاهدين على موقف المساعدات الإغاثية الآن أمام معبر رفح أيضا تكلمنا كمان عن الجسر البري كل تأكيد خلينا نقول أن التحالف الوطني لعمل أهل التنموي منذ اليوم الأول لأحداث غزة كان توجهات سيد رئيس عبدالفتاح السيسي للتحالف الوطني ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة بضرورة سرعة تنفيذ أكبر قافلة من المساعدات لخدمة أهل القطاع نحن نتحدث عن أول قافلة كان قاومها ما يقرب من 108 شحنة شكلت قافلة طولها ما يقرب من 4.5 كم كانت موجودة وتحركت لمعبر رفح ظنا من الجميع أنه سنكون بإدخال المساعدات في اليوم الأول نحن نتحدث عن مساعدات إنسانية لن نتحدث عن أي شيء آخر في وفق المعهدات والاتفاقات الدولية المساعدات الإنسانية متاح دخولها بكل تأكيد فجينا طبعا بإغلاق المعبر من الجانب الآخر القصف المستمر من سلطات الاحتلال وده دعا شباب التحالف لإقامة اعتصام مفتوح أمام معبر رفح لتحت شعار مرابطون حتى إلى غاسم الاعتصام ده كان اعتصام كان مؤثر جدا ولفت نظر العالم كله لحقيقة الوضع ما يحدث داخل القطاع الأمم المتحدة نفسها كان الموقف بتاعها قبل هذا الاعتصام كان هو موقف ليس مفهوم عدم إدانة ما يحدث داخل القطاع بشكل كامل عدم التدخل لإدخال المساعدات ما يكون واضح بكل تأكيد السيد أنتونيا جويتريتش لما جاء زار معبر رفح بغيرت الصورة 180 درجة لما شاف شباب من المجتمع المدني المصري شباب التحالف شباب واعي ومدرك لمهية القضية شاف المساعدات على الأرض موجودة بقالها أيام والشباب لا يتحدث عن أي قضاية سياسية ولكن يتحدث عن إنقاذ ما يقرب من 2 مليون و300 ألف مدني محاصرون داخل القطاع الصورة تغيرت 180 درجة الخطاب نفسه تغير أصبح يدين سلطات الاحتلال وأصبح يطالب بشكل واضح وصريح بضرورة سرعة إدخال المساعدات وده أعتقد ده كان تحدي كبير جدا جدا نجح فيه شباب التحالف الوطني وغيرهم من مؤسسات المجتمع المدني الذين كانوا يرابطون حتى الإغاثة وليه كانت أول نقطة نقطة تانية عقب ذلك اتلاق من يوم 21 أكتوبر بدء فتح والسماح بدخول المساعدات كانت هناك ضغوط مستمرة من الدولة المصرية والعديد من المؤسسات الموجودة على زيادة عدد الشاحنات المسموح لها بالدخول التحالف ما اكتفاش بالمئة وثمانية شاحنة ولكن كان هناك فريق آخر يعمل في المحافظات المختلفة على استمرار جمع وتجيز المساعدات من أجل تقديم كل ما يمكن تقديمه من المواطنين المصريين لصالح ضحايا غزة اشتغلنا وبدأ عندنا كمان الأسبوع الماضي كان عندنا جسر متواصل نتحدث عن ما يقرب من 50 شاحنة يوميا تتحرك من القاهرة لخدمة القضية الفلسطينية شاحنات محملة بألاف الأطنان من المساعدات الدوائية المساعدات الغزائية نتحدث عن المياه نتحدث عن كل ما يمكن أن يتم تقديمه وأيضا ما يتم السماح بعبوره من جانب سلطات الاحتلال وده برضو تحدي تاني لأن الناس بتشوف الصورة النهائية الخاصة بالشاحنات معرفوش أن وراء الشاحنات قصة طويلة جداً لشاحنات دي تجس لا مهم أن نحن نوضحها للناس طيب هل التحالف عمل غرفة عمليات؟ غرفة العمليات مشكلة منذ 7 أكتوبر حتى تاريخه في حالة انعقاد مستمر لدينا غرفة عمليات موجودة في مقر التحالف وأيضا مقرات التحالف والمحافظات المختلفة لأن الجديد كمان اللي قام بيت تحالف في الجزء الأخير أن كل محافظات مصر تشارك في عملية دعم قطاع غزة ليس فقط المركزيات موجودة في العاصم ولكن تحدث عن أن هناك مواطنين بسطاء في القرى المصرية يرغبون في المساهمة ولو بجزء بسيط في هذه القضية الإنسانية تحدث النهاردة عن ملحمة تاريخية صنحها المجتمع المدر المصري تحدث عن ملحمة بكل ما تحمله الكلمة المعاني اللي شفناه من حملات التبرع بالدم والتي حتى تاريخه كل المحافظات تقدم طلبات للتحالف الوقت العامل أهل التنموي لاستمرار هذه الحملات من أجل أن يكون هناك مخزون من دماء المصريين وليس أغلى من دماء المصريين التي من الممكن أن يقدموها لصالح أخوانهم في غزة اللي احنا شايفينه كمان من إدارة الدولة المصرية لهذا الملف رئيس عبدالفتاح السيسي يدير هذا الملف بشرف في زمن عزفي الشرف تداء من دخول المساعدات قمة القاهرة أيضا القمة أمس في الرياض اللي احنا شايفينه كمان جهود مستمرة نحو إدخال المساعدات الإنسانية وأيضا المطالبة بالضغط على سلطات الاحتلال لاحترام القانون الدولي الإنساني وكافة العهود والمواصيق الدولية ما تقوم به سلطات الاحتلال من رفض إقامة ممرات إنسانية لدخول المساعدات رفض السماع بدخول الوقوت الذي أدى إلى توقف ما يقرب من 70% من القطاع الصحي داخل قطاع غزة المستشفيات لا تستطيع القيام بدورها أيضا عربات الإسعاف لا تستطيع التحرك لجلب الجرحة والمصابين من أماكن القصف نحن نتحدث عن جريمة بكل ما تحمله الكلمة من معاني وده جزء النهاردة ليه لقب المساعدات ولكن هناك جزء آخر قام به التحالف بعيد عن ملف المساعدات هو الجزء الخاص برصد وتوصيق انتهاكات سلطات الاحتلال والمطالبة بإعداد ملف كامل لملاحقة كل من تورط في عملية زهاق أرواح المدنيين داخل قطاع غزة باعتبرها جريمة إبادة جماعية بكل ما تحمله الجريمة من أركام حتى الآن عدد الشاحنات اللي نفت إلى أهلنا في قطاع غزة نحن نتحدث الآن عن ما يقرب من 750 شاحنة بالفعلة نجحت بالعبور داخل القطاع شاحنات التحالف منها تمثل ما يقرب من 300 شاحنة من التحالف لأنه بتحدث في الدفع الأولى 108 شاحنة ثم 50 شاحنة بشكل أسبوعي الأسبوع الماضي أربع أيام والآن هذا الأسبوع لدينا عدد آخر من الشاحنات يعني 700 وكام حضرك قول 750 شاحنة داخلوا بالفعل القطاع على أي أساس بتحدث عدد الشاحنات اللي بتعبر؟ سمع سلطات الاحتلال بدخول الشاحنات والأسف الموضوع مش عندنا لأنه برضو خلينا نعرف الناس الموضوع بيمشي إزاي بالضبع أرجوك شاحنات موجودة والمساعدات موجودة تتكدس أمام معبر رفح في مطار العريش لدينا كم كبير من الشاحنات وإذا أردنا أضعاف وضعفة من هذه المساعدات المصريين لا يدخلون بأي حال من الأحوال على أخوانهم في اقتغز ولكن سلطات الاحتلال تتعنت بشكل كبير في إدخال المساعدات العربيات بعد ما بتجهز بيتم النهاردة قاعدة تجهزة بشكل معين بيتم فصل المساعدات الطبية على المساعدات الجزائية عن السوائل والمياه تبدأ تدخل المعبر تفتش تتحرك 50 كيلو عشان تروح معبر إلى أوجة ثم سنتانة اللي هو سلطات الاحتلال عشان خاطر تعيد عشان توضح لستاذ المشاهدين برضو يا فندم هل ده الطريق الطبيعي؟ طبيعي ما كانش طبيعي حصل لأن خلينا برضو نتكلم في نقطة لا أقصد الطريق يعني العبور لهذه المعابر هل ده الطريق الطبيعي ولا فيه طريق أكثر ممكن توصل لا هو ممنوع النهاردة أنها تاخد أي طريق تاني خاصة كمان أن فيه أزمات أكبر أن أصلا أغلب الطرق تم قصفها أنها هتحدث عن طرق غير ممهدة هتحدث عن طرق حالة حرب حدثت النهاردة السوائين بيأخذوا الشاحنات بيتحركوا 50 كيلو في الداخل سلطات الاحتلال واللجان المعنية والمشكلة من الأمم المتحدة والأولادة الأحمر الفلسطيني بيراجعوا على الحاجة ثم يرجع تاني مرة تانية بتتكلم عن رحلة قاومها ما يقرب من 100 كيلو لعملية فقط التفتيش قبل تفريغ الحمولة من الشاحنات المصرية وإعادة تعباتها مرة أخرى في الشاحنات التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني ثم دخولها لقطع غزة عايزيني أأكد عن نقطة مهمة كمان احنا بنسلم الكلام ده للمين يعني المساعدات احنا النهاردة بنسلمها للمين احنا بنسلم المساعدات ليه؟ الهلال الأحمر الفلسطيني والإنرواه حتى لا يتم بأي حلم الأحوال الترويج أننا نقوم بدعم أي طرف على حساب طرف آخر أو محاولة الباس ما يحدث بشكل غير مفهوم ودي كانت نقطة مهمة جدا وإحنا كنا مركزين جدا في إجراءات توصيل المساعدات جزء الهام اللي احنا بتكلم فيه ما يحدث في عملية التفتيش وديه أحد النقاط المهمة لأن للأسف اللي احنا بنشوفه في منصات التواصل الاجتماعي العديد من دول العالم التي لم تساهم والأسف جزء من الكبير من دول العربية التي لم تساهم بما يقرب من 1% بما قام بيه المجتمع المدني وليست الدولة المصرية معابر مغلقة معابر مساعدات ما تدخلش مزايدات مزايدات وتشكيل مزايدات وزايدات هل النهاردة هل هم موجودين على الأرض عشان يعرفوا لو تم قصف شاحنة واحدة من الشاحنات لأن أنا لو دخلت شاحنة من غير تنصيق هل النهاردة المتبرعين لو شافوا ان شاحنات بيتم قصفها هل النهاردة هيبقى فيه جسر بالتبرع مرة أخرى هل النهاردة موجودين عشان خاطر تورط مصر أو غيرها النهاردة في أي حالة من حالات الاستفزاز اللي احنا بنتعرر لها على مدار الأيام الماضية اللي احنا بنشوفه هو فيه أقصى مراحل ضبط النفس التي تقوم بها كل مؤسسات الدولة المصرية عشان خاطر انت لا تتحمل فقط عب المساعدات أو عب الفريق القائم على تخلي المساعدات ولكنك تتحمل سورة الدولة المصرية وعب مسؤولية إنقاذ أرواح العدد الأكبر من المدنيين في ظل تحمل مصر هذا الدور وده انعكس على روح المتطوعين في المنظمات الموجودين في التحالف سواء اللي بيجهزوا الشاحنات في القاهرة أو في المحافظات القريبة أو حتى الموجودين ومرابطين أمام المعبر بحسب معرفة إن في 251 ألف متطوع دلوقتي موجودين 251 ألف متطوع موجودين ضمن فرق المتطوعين الخاصة بالتحالف الوطني هتلقى لو رحت أي مركز من المراكز أو المقارات التابعة لمؤسسات التحالف هتلاقيهم موجودين على مدار الساعة 25 ساعة وجزء منهم كبير النقاردة أصبح مخصص وقته لتجهيز المساعدات للتعبئة والتغليف والشباب بتوعنا بقى شاطرين قوي كمان في الاتنزام بكتاب الإرشادات الخاص كمان عشان يضمن أن الحاجة ما ترجعش تتفرج على العربيات وهي بتحاول تتحمل بعض عاف طاقتها عشان خاطر احنا مش ضمنين العربية بندغط شاحنتين في شاحنة واحدة على قد ما نقدر وبنشوف ويقولك النهاردة فرغ الحمولة ورجحها تاني على فكرة كمان اللي بنشوفه من قصف للطريق وطرق غير ممهدة بتؤدي لبعض الأحيان لتحرك الحمولة والشباب لما يعدوا ويبدأوا النهاردة كمان أعادت الرص مرة أخرى وأعادت يعني لأ الموضوع ملحمة كبيرة جدا تفاصيلها والشباب اللي بيعاشوها أعتقد هي تجربة سيكتبها التاريخ بحروف من نور اللي احنا شفناه أن مجموعة الشباب اللي قدروا ينجحوا فيه أمام الأمين العامل للأمم المتحدة وإقناعوا بعدالة القضية دون تجاوز دون أي خروج على النص دون أي إساءة لصورة الدولة المصرية ده كان في حد ذاته نجاح ينسب لشباب المصري دكتور حضرك لم تكمل النقطة بتاعة آلية التفتيش يعني حضرك ذكرت أنه في حدرك قلت في حدة مهمة أنه ما يحدث بقى خلال آلية التفتيش ما يحدث بقى من استفزازات داخل عملية التفتيش ما يحدث من رفض لدخول بعض السعادات وبعض الأحيان أنا مش عايز أقول النهاردة أنه في حاجات سخيفة ممكن تحصل أنا ممكن النهاردة يرفو لدخل شحنة عشان خاطر وجود مقصة وقصافة مع السواق تحت دعوة أنه فيه آلات حدة موجودة في الشحنة دي نوع بسيط كده من أنواع استفزازات اللي ممكن أننا حضرتكو تتخيلوها من الشباب المتابعة اللي قدم تفتيش الكاراتيني فلا؟ قدم تفتيش كل حاجة فأنتم كل تأكيد أنت نهاردة اللي احنا بنشوفه لما دي مستلزمات طبافاً وبتسلم للأونروا أو الهلال الأحمر الفلسطيني أنت بتتعامل مع جانب لا يريد بأي حال من الأحوال أن يتم إنقاذ ما يحدث في غزة يحاول تصفية القضية على أرواح جسس نساء وأطفال بلغت عددهم أكثر من 11 ألف شهيد تحدث الآن عن أكثر من 30 ألف مصاب تحدث أيضاً عن 70% من قطاع غزة تم قصفه لدينا أكثر من 50 ألف بناية تم تهدمها بالكامل 222 ألف تم تهدمها بشكل جزئي لدينا مليون وستمائة ألف نازح في جريمة إنسانية لن يغفرها التاريخ للعالم الذي تقعص عن إيقاف هذه الجريمة أو هذه الكارثة التي لم نكن نتخيل أن يسكت العالم الحديث عنها في ظل وجود العديد من المنظمات الحقوقية والهيات الدولية والهيات الأممية والبرلمانات الأوروبية التي تتحرك في بعض الأحيان من أجل حدث سياسي من أجل نصر أحد المرشحين على حساب مرشح آخر أو من أجل سجين من الممكن أن يكون وحسب وفق الإجراءات القانونية الطبيعية في دولته ولكن مليون وستمائة ألف نازح يتم بس ما يحدث لهم على شاشات العالم دون أن يتم تحرك ما يقوم به المجتمع المدني المصري أيضا في تجربة سيذكرها التاريخ التواصل مع الجهات والهيئات الدولية والمنظمات صاحبة الشرف في هذا الزمن من أجل إيصال الصورة بشكل واضح اللي نتج عنها بالفعل أن احنا شفنا مئات الآلاف من المظاهرات الموجودة المتظاهرين في العاصمة الإنجليزية لندن شفنا النهاردة العواصم الأوروبية وهي تتحرك بمدادفعين على الإنسانية يطالبوا حكومتهم بالضغط على سلطات الاحتلال وإيقاف دعمهم المستمر في إبادة النساء والأطفال اللي احنا بنشوفه ده تجربة جديدة من توحيد الصف اللي احنا شفناه كمان في الجمعة التي دعا لها السيد الرئيس ودعا لها مؤسسات الدولة من نصرة القضية الفلسطينية شفنا حالة لحمة كاملة ما بين مؤسسات الدولة مع القيادة السياسية مع الأحزاب المختلفة والتي منها فرقاء سياسيين تجمعوا على ضرورة نصرة القضية الفلسطينية وضرورة أن يكون الموقف المصري هو موقف موحد اللي احنا شفناه ده تم دون تنصيق ولكن هو حالة من التوحد التي قام بها المصريين المصريين لو نفتكر بالضبط قبل 7 أكتوبر كان عندنا كلام عن الأزمة الاقتصادية والحالة الصعبة التي يمر بها المصريين زيهم زي غيرهم من دول العالم ومجموعة كبيرة من الشكاوي ولكن عندما جاءت هذه الأزمة ظهر المعدن الحقيقي للمصريين بننسى دايماً أي مطالب فئوية لمجرد استشعرنا أن البلد في خاطر لما تيجي التفرج النهاردة مدين متقولش دي دولة عندها انتخابات رئاسية كمان أقل من شهر يعني الناس كلها بتتكلم في انتخابات ومفروض تتكلم في حملات دعائية لما الحملة حتى الرسمية المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تطالب الراغبين في التبرر لدعم الحملة بتوجيه دعمهم لصالح القضاة الفلسطينية والتبرر لصالح حياة كريمة والتحالف الوطن اللي عمل الأهل التنموي واختار الحملة الرسمية بقيمة هذا التبرر أعتقد ده برضه النهاردة كمان كان تصرف إنساني يجب وقف نبيل جداً طبع شكرهم عليه لأن ما يحدث الآن هو نوع جديد بنشوفه الأول مرة لكن حد يقول لك أنا عايز أتبرارك لشان عاملك دعاية أنا أقول لا قضاة الفلسطينية أهم طيب دلوقتي يا فندم يعني وحنا نتكلم على هذه المساعدات بيتم تحديد هذه المساعدات بناء على إيه يعني هل بيتم التواصل بيتم فيه آلية تواصل وتنصيق نجيب أن أقول تورده مهمة كمان محتاجين أن نحن نحددها إحنا بيشتغل الكلام إزاي نحن لا نقوم بتحديد المساعدات من جانب أنفسنا دون تنصيق هناك تنصيق كامل مع السلطة الفلسطينية مع المؤسسات المعنية الموجودة على الأرض مع الهلال الأحمر الفلسطيني مع الأنروا أعتقد يوم بعد 7 أكتوبر بحوالي 3-4 أيام مجلس الشباب المصري بصفة عضو التحالف الوطني عقد اجتماع مطول مع الوزير أحمد المجدلاني ووزير التنمال اجتماع الفلسطيني بالحضور السفير دياب اللوح سفير فلسطين بالقاهرة والمندوب دائم بجمع الدول العربية حول كيفية عملية تحديد المساعدات وكيف يمكن أن يكون هناك تنصيق على مدار الساعة مع كيف يمكن تقديم ما هو ضروري وحالي كل المساعدات مطلوبة ولكن نحن نتحدث عن أمام تحديين تحدي الأول وتحدي الوقت تحدي الثاني هو تحدي تزمت وتعانوت سلطات الاحتلال في إدخال المساعدات انت بتشوف ايه أهم حاجة مطلوبة أنها تدخل دلوقتي وممكن تسمح بها سلطات الاحتلال وده برضو جزء مهم احنا عندنا النهاردة فيه أزمة كبيرة يكفي ان احنا نقول ان القطاع الطبي يشهد كارثة داخل قطاع غزة تحدث عن جريمة إنسانية برضو رصدها ووسقتها ونظمات المجتمع المدني المعنيها وايضا كمان ستكتب في السجل الأسود لسلطات الاحتلال وهو الاعتداء على الأطقم الطبية دي جريمة لا يمكن أن يغفرها التاريخ لأن الأطقم الطبية محمية بموجب الحصنات الدولية الاعتداء على الإعلاميين واستهداف عدد كبير من الصحفيين اللي هنبدأ نتكلم فيه لدينا الآن ما يقرب من 200 من الأطقم الطبية تم استشهدهم لدينا الأنروا وهي الجهة الأممية المعنية بالإنقاذ تتحدث عن فقد ما يقرب من 100 وواحد من موظفيها داخل القطاع يعني القائمين بعملية الإغاثة هم ليسوا أطراف الصراع ولكن عندما يتم استهدافهم تقضي نقطة مهمة جريمة استهداف الصحفيين وتحرك الاتحاد الدولي للصحفيين والعديد من المنظمات المعنية بحقوق الصحفيين حول ضرورة ملحقة سلطات الاحتلال وضرورة أن يتم ملحقتها أمام الجنايات الدولية وغيرها من الجهات أعتقد دي برضو كانت نقطة مهمة وسيذكرها التاريخ لأنه لأنه تحدث فقط عن ما يقرب من شهر وبضعة أيام من الانتهاكات يجب أن تستمر فيه وجدان العالم لسنوات حتى يعلم العالم أن هولاء لم يذهبوا صدق طيب في ظل ضغط مصر دكتور محمد لزيادة عدد الشاحنات اللي تعبر بشكل يومي هل التحالف مستعد؟ طبعا نحن مش نقدر نتكلم عن الشاحنات أو الدعم اللي بيجي من بعض الدول لأنه مش متحكمين فيه بحسب ما الدولة تسمح أو تبعث مساعدات أنا بتكلم على التحالف إن هو بتاعنا التحالف بتاعنا جاهز يعني بمجرد أن يتم السماح بذلك أنا عندي شاحنات موجودة جاهزة يعني فيه ميزة كمان في وسط التحالف أن التحالف عامل خطة محكمة لترتيب عملية المساعدات كافة المؤسسات الخاصة بالتحالف لديها من المساعدات الذي يعلن أنها في حالة جاهزية كاملة لإدخال المزيد الرقم اللي احنا بنحدده كمان في الدخول ده رقم يعني بموجب مجموعة من الإجراءات التنصيقية لأن التحالف الوطني ليس وحده هو القائم بعملية تقديم المساعدات لدينا جهات أخرى لدينا الهلال الأحمر المصري لدينا التبرعات والمساعدات الدولية الموجودة داخل مطار العريش فإحنا جزء من عملية المساعدات ممكن تكون الجزء الظاهر والواضح للعيان والجزء الأكبر نتيجة طبعا لأن احنا بنتحدث عن 34 كيان هذا التحالف هم الكيانات الأكبر على مستوى المجتمع المدر المصري واللي بيقوم ويكفي الانفو جراف اللي عامل مبارح للأحمر المصري اتحدث عن ما يقرب من 7000 طن قامت به الدولة المصرية في حين في دول كاملة جنبينا دول ميزانيتها قد مصر ممكن تبقى مئة مرة لم تتبرع بأكثر من 33 طن وده اللي يبين كلمة الشقيقة الكبرى دي كلمة مش بلاش مصر الكبيرة ده مش مصطلح احنا بنتطلقه على نفسنا ولكن بكل تأكيد الكبير بيبنوقة الأزمة الكبير بيبنوقة التحدي الكبير بيبنوقة القدرة على التصرف والتعاطي وتفضيل مصلحة الأشقاء من الممكن على مصلحة الشخصية دي نقطة مهمة اللي كنا نحتاجين أكد عليها بكل تأكيد نشكر حضرتك طبعا دكتور محمد بمدوح عضو التحالف الوطني العامل أهلي التنموي يعني شكر موصول لكل شخص بالفعل كل يوم بيساهم وبيساعد على إيصال هذه المساعدات من أصغر شخص لأكبر شخص بشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا فقط جزيلا شكرا